شاهدنا زي ما تابعنا مع حضراتكم منذ قليل مراسم استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر صربيا الرئاسي وشفنا مراسم الاستقبال والسلام الوطني في القصر الرئاسي الصربي في جولة بتعد هي الأولى من نوعها للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في بيلجرود خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن جولة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية اللي بدأت بألمانيا والنهاردة في صربيا من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام صلاة الخير يا سيد أشرف صباح الخير تحيات لحضراتكم وتحيات الكافة المشاهدين سيد أشرف يمكن تابعنا خلينا نبتدي من الأحدث ثم الأعظم الآن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في بيلجرود في صربيا في جولة خارجية هي الأولى من نوعها أهمية هذه الجولة المصر بالتأكيد يعني عندما يزور الرئيس السيسي بيلجرود لابد أن نتذكر حركة عدم الانحياز لأنه بيلجرود عاصمة سربيا كانت عاصمة يغوزلافيا وسربيا هي أكبر بلد كانت في الجمهوريات المكونة للاتحاد اليغوزلافي وورست كل تبعات الاتحاد اليغوزلافي وبالتالي ورست فكرة عدم الانحياز فكرة أنه لما يبقى فيه صراع بين القوى الكبرى في العالم أنه يبقى فيه معسكرين معسكر شرقي ومعسكر غربي يبقى فيه مجموعة مجموعة عدم الانحياز هذه المجموعة اللي كانت من مؤسسينها الرئيسيين مصر ويغوزلافيا والهند ويبدو أنه الآن العالم محتاج لعودة حركة عدم الانحياز وتأتي زيارة الرئيس في هذا الإطار أنه في ظل الصراع المتنامي بين الولايات المتحدة والغرب من ناحية وروسيا ومعها الصين وبعض الدول من ناحية تانية فبالتأكيد فيه حاجة لإحياء فكرة عدم الانحياز لإحياء هذا التكتل الضخم اللي بيمارس ما يسمى بالحياد الإيجابي في العالم ما بيدخلش في الصراعات وبيحاول يحافظ على حقوق الدول الأصغر والدول غير المتورطة في هذا الصراع ولذلك نجد أنه يعني وهو يمكن زيارة مهمة بتؤكد ثوابت مصر وثوابت أيضا الدبلوماسية المصرية المتمثلة في نشر السلام السلم لكافة الشعوب والمجتمعات فأعتقد دور مهم جدا أن نذهب دلوقتي لهذا الاتجاه لا ده فيه كمان علاقات مميزة جدا بين مصر ويغوزلافيا ما نقطعتش العلاقة بين مصر ويغوزلافيا وورستها دلوقتي سربيا سربيا في يوم الأيام كانت إحدى القوى العظمى في العالم كانت المملكة السربية اللي كان لها دور كبير جدا في الحرب العالمية الأولى وفيه يعني النظام العالمي في القرن 19 والعلاقات أقيمت بين مصر وصربيا سنة 1908 من 115 سنة خلال 115 سنة دي في معظم فتراتها كانت العلاقات دافئة بين مصر وصربيا الفترة الأخيرة كان فيه تعاون متنامي بين مصر وصربيا رئيس سيسي قابل رؤساء صربيا يعني أكثر من ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة في منتديات دولية على هامش الجمعية العامة للأم المتحدة وغيرها ودايما كان فيه علاقات جيدة بيننا وبيننا أستاذ أشرف شفتنا مشهد حابين حضرتك تقول لنا إيه رسالته وهو مرافقة تلاف مقاتلات سربيا للطائرة الرئاسية ده رسالته إيه وشفت ده إزاي دايما ديبتوا بقيمات بالاحترام وبالثقة إنه فيه رؤساء بيزوروا دول زيارة بتتم بشكل عادي لكن لما أعمل احتفاء كبير معنى هذا أن الضيف كبير والبلد الذي يمثله بلد كبير وعلشان كده أنا بقول أنه يعني فيه فكهة لإحياء تكتد عدم الانحياز هو لم يحل هو موجود بالشكل النظري لكن لا يصبح فاعلا مثل ما كان آه يعني الآن العالم فيه حاجة إلى إحياءه ليكون فاعل لكن كمان ما ننساش أن فيه علاقات اقتصادية جيدة بيننا وبين سربيا سربيا دولة فيها صناعة محترمة فيها يعني اهتمام بمجالات الطاقة فيها سياحة لمصر بشكل جيد فيها وجهات سياحية جميلة جدا ومحترمة جدا والسائحين الصرب من وجهاتهم السياحية المفضلة مصر فيه تعاون في مجالات عديدة جدا مجالات التكنولوجيا وما إلى ذلك وبالتالي أنت لما يتم الاحتفاء بالرئيس بهذه الصورة هذا يعكس دفء في العلاقات وثقة في قيادات الدولتين حسنا نتكلم على سربيا دولة حبيثة تحددها مقدونيا المجر ايه أهم ما يميز هذه الدولة تحديدا في مجالات التعاون ما بين مصر وسربيا يوغزلافيا اللي ورسيتها سربيا كانت دولة متقدمة في صناعة السلاح ولما حصل الحرب تفكيك يوغزلافيا يوغزلافيا كانت القوة العسكرية الرابعة في العالم من الدول اللي هي يعني متفوقة جدا في إنتاج السلاح الشرقي إنتاج المعدات الزراعية عندها تقدم في مجال يعني كل التكنولوجيا الزراعة عندهم يعني تميز ملحوظ بشكل كبير جدا علاوة زي ما قلت على أنه تقريبا كل المجالات اللي هم متفوقين فيها في بيننا وبينهم علاقات ربما يعني خلال السنين الأخيرة ما كانش فيه زيارات مباشرة من الرئيس السيسي إلى سربيا وزيارات من رئيس السربي لمصر لكن كان فيه لقاءات تانية بالتم في دول تانية كان فيه لقاءات وزيارات على مستوى الوزراء وعلى مستوى رئيس مجلس النواب وعلى مستويات عدة من الطرفين وشوفنا الرئيس السيسي وهو بيستقبل كبار المسؤولين السربي بخلال الفترة اللي فاتت واعتقد هذه الزيارة بتؤسس إلى تمتين أكبر للعلاقات ترتيب لخريطة العالم بشكل مختلف لأن احنا مش هنفضل دايما وقفين نتفرج على اللي بيعمله الروس في الأمريكان واللي بيعمله الأمريكان في الروس لازم يبقى لك دور ولازم يبقى لك موقف ولازم تحمي حقوقك حقوقك وأمنك كمان إذا كان أمن غذائي أو أمن اقتصادي إذا لو تحركت بشكل فردي هيتضغط عليك زي ما كان بيحصل زمان مبدأ من ليس معنا فهو ضدنا لا إحنا انتهى هذا الزمن هنتكلم بقى بالتفصيل أكتر عن إحنا إزاي دلوقتي ما بينيش نتحرك فرديا إحنا بقينا دلوقتي بنتكلم بلسان العرب كأجمع بالتحدي الدول العربية في حتى المشاورات وشفنا اللي حصل في قمة جدة لكن إحنا ناخد حضرتك الأول حاجة حاجة كدنا نرجع واحدة واحدة خليني نتكلم عن زيارة الرئيس لبرلين وطبعا استقبال المستشار الألماني أولف شولز لرئيس عبد الفتاح السيسي وشفنا استقبال في الحقيقة بيعكس متانة العلاقات المصرية الألمانية تبعت الزيارة إزاي؟ يعني العلاقة بين مصر وألمانيا علاقة متميزة جدا متميزة في كل المجالات تقريبا والعلاقة بين الرئيس السيسي وبين المستشار أولف شولز هي استمرار للعلاقة مع أنجلا ميركل استمرار للثاقة اللي كانت موجودة احنا لا ننسى أنه يعني واحدة من أكبر الشركات اللي بتتعاون مع مصر في العالم أجمع وساعدتها في مش في مجال القهربة بس وانتاج الطاقة القهربية والمحطات الدورات الصينيئية اللي اشتغلت اللي هي يمكن الأكبر في العالم كله يعني أكبر حتى من المحطات الموجودة في ألمانيا لا ده كمان التعاون في مجال إنشاء القطار السريع القطار الكهرباء السريع سيمينز لها دور كبير جدا في تجهيز القطارات وتجهيز الإشارات وتجهيز أجهزة التحكم وغيرها الشركات المصرية وتقول هو الأكبر أعتقد للشركة آه وهو يمكن العقد الأكبر للشركة وهي بتعمله يعني خليني أتذكر معكم لقاء من لقاءات رئيس شركة سيمينز مع الإعلام لما قال إنه الرئيس يعني ضغط عليه عشان يوصل للسعر ووقت وسعر وهو وافي كان خاص بمحطة المحطة الخاصة بالكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة المحطة في العاصمة الإدارية اللي في طريق العين السخنة يعني الراجل يعني كان بيكلم بمبهار عن إزاي من الرئيس وهو بيدافع عن مصالح بلده ضغطه في الوقت وضغطه في السعر ومع ذلك هو لب النداء لأن دي مصر بلد كبيرة واستمرت العلاقات واستمرت تعاون مش مع سيمينز باس مع شركات ألمانية كتيرة مع الدولة الألمانية مع المنظمات الألمانية ككل بشكل عام لأن ألمانيا دولة فاعلة في المجتمع الدولي ودولة لها تأثير كبير جدا والتكنولوجيا الألمانية ما زالت هي واحدة من أفضل التكنولوجيات في العالم وبالتالي إحنا محتاجين ألمانيا وألمانيا محتاجانا والاستقبال الرائع للرئيس السيسي على المستوى الرسمي في ألمانيا بردك بيعكس عمق العلاقات بين البلدين لا وبحالك بتتكلم كمان على اقتصاد من أكبر أربع اقتصادات على مستوى العالم بعد أمريكا والصين واليابان نحن بنتكلم على قوى عظمة اقتصادية وهي الركيزة الأساسية بتاعت الاتحاد الأوروبي فنحن بنتكلم على التحاد الأوروبي ككل لفت نظرك ما تم تناوله في المؤتمر الصحفي بعد هذه المقابلة مع أوليف تشولتس تحديدا وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر تملك بناء تحتية جاهزة لمد أوروبا بالكامل بالكهرباء ربط كهربائي وأيضا بالغاز المسال تبعت ده إزاي؟ وفكرة العطاء في وقت الأزمات بالتأكيد يعني مصر من الحاجات الرائعة اللي عملتها على مدى التسع سنين اللي فاتت البنية التحتية البنية التحتية ككل البنية التحتية في مجال الطرق النقل الكهرباء لكن كمان البنية التحتية في مجال الطاقة نحن عندنا محطتين إسالة غاز محطتين يعني يمكن يعني مد أوروبا بشكل كبير جدا بالغاز المسال ممكن الغاز المصري نفسه اللي بنستخرجه سواء من حقل زهر أو غيره بيتم إسالته وتصديره إلى الدول الأوروبية أيضا في حاجة تانية نحن ممكن نستقبل الغاز من دول أخرى زي إسرائيل ويسال في مصر ويعد تصديره الأوروبا عندنا كمان الربط الكهربائي مصر تملك قدرات كبيرة جدا فيه في شبكة ربط كهربائي كبيرة جدا حاليا بتصل إلى المملكة العربية السعودية إلى الأردن عندنا يعني حتى لبنان اللي هي تعتبر بعيد إلى حد ما ما فيش حدود مشتركة قدرت مصر أنها توصل لها الغاز ويعني محطوطة على خريطة الربط الكهربائي العراق نفس القصة ومن نسبة كلامك يا أستاذ أشرف عن الغاز يعني جوالات رئيس دلوقتي في أوروبا في ظل طبعا الأزمات اللي احنا أو العالم كله بيشهدها دلوقتي أزمات الطاقة هل الجوالات دي شايف أنه في ظل الظروف الحالية هتوضط العلاقات أكتر ما بين أوروبا ومصر وإزاي وإيه هو الاستغلال الأمثل لهذه الظروف على النواحي خلينا نقول الاقتصادية شوفي خلينا يعني نتفق على حاجة سواء حصلت الغازمة الروسية أو ما حصلتش كان لازم مصر تتوجه إلى أوروبا لتصدير الغاز وتصدير الكهربائي وبالتالي ده شيء طبيعي أوروبا الآن أكثر حاجة ليكي وأكثر الحاحن في أنك أنت اللي تقدر توصله له دلوقتي من الغاز محتاجينه دلوقتي وشوفنا الاتفاق اللي تعامل الاتحاد الأوروبي اللي رعا لاتحاد الأوروبي من حوالي شهر أنه مصر يعني تاخد الغاز الإسرائيلي وتعيد تسهيله ثم تصدره لأوروبا إحنا كمان البعض متصور أننا داخلين علشان نحل محلنا روسيا وهذا الكلام غير حقيقي لأنه أوروبا سوق كبير جدا محتاج يعني غاز ومحتاج كهرباء ومحتاج حاجات كتير جدا يمكن الحظ خدمنا أنه الخطوات ستبقى أسرع وده يشجعنا أكتر كمان أننا نقوم بجهد مضاعف في عمليات التنقيب عن الغاز سواء في البحر الأحمر أو البحر المتوسط سيد رئيس يمكن كمان في المؤتمر الصحفي مبارح قال أننا حابين نكون سبب في تخفيف أي أزمة أو أي ضغط أو أي عبق موجود في أوروبا فكرة الموضوع بزنسية طبعا لأنه يعني هو جزء كبير أو من القصة هو تعاون بين البلدان ورب مشترك يعني شبكات الرب الكهربائي بالذات دي شبكات ذات اتجاهين أنت النهاردة عندك فائد بتدي لطرف الآخر في يوم تاني بالطرف الآخر عنده فائد بيديك لكن هذه المرحلة هي مرحلة إحنا بنستغل فيها بنيتنا التحتية يمكن إحنا بنتبع دلوقتي في جلسة مباحثات سنائية ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوربي في أصر الرئيسة ببيل جراد تحديدا فبنتكلم هنا على تشاور وبنتكلم على مباحثات ستصفر بقى مخرجاتها عن يعني ما سوف يعلن عنه من تعاون مشترك ما بين الطرفين وفي الحقيقة زي بحاجة ذكرت يعني هو ده النهج المصري وهي دي الدبلوماسية الرئاسية في استثمار التعاون المستمر والعلاقات التاريخية ما بين الدول بالتأكيد يعني بالتأكيد الرئيس تحركاته ليست من فراغ هو بيتحرك طبقا للمصلحة القومية المصرية يعني لما كان في ألمانيا جزء كبير قوي من زيارة ألمانيا للأعداد لقمة الأطراف الخاصة بالمناخ لأن مؤتمر المناخ مؤتمر ضخم جدا ولازم يبقى ليه إعداد ضخم جدا وبالتالي المؤتمر اللي اتعامل في بوترسبورج كان لهذا السبب يمكن في حالة من التفاعل السياسي الخارجي زي ما بنشوف دلوقتي لكن كمان في الداخل الشؤون الداخلية المصرية في مبارح كان فيه جلسة نعقدة من الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني كان فيها نقاط مهمة أوي أبرز هذه النقاط فوجة نظرك اللي توقفت أمامها فيما يتعلق بنتائج الجلسة الثانية بالتحديد يعني أنا طبعا عجبني جدا الأستاذ دياء رشوان وهو بيلخص ما تم وقال كلمة مهمة قاوي قال إنه الدستور المصري واحد من أفضل بستير العالم فيه بنود وفيه فصول رائع تستوعب كل شيء وتحل كثير من المشكلات ودورنا إننا نفعل هذه البنود نطبقها على الأرض دي من الحاجات الإيجابية الجيدة جدا اللي تحسسك إنه فيه أمل إنه يبقى فيه خطوات سريعة في الحوار علاوة على ما تم الاتفاق عليه أمس بإنه إحنا عندنا تلت قضايا رئيسية أو تلت محاور رئيسية المحور السياسي والمحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي هنبدأ بالمحور السياسي محور السياسي هو محور أعم وأشمل لكن في نفس الوقت تتشكل لجنتين كل لجنة من أربع متخصصين لتسهيل العمل في المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي والمحور السياسي تحددت ملامح المناقشات فيه اللي هو ما يتعلق ب يعني فيه حقوق الإنسان وما يتعلق بالحقوق السياسية وما يتعلق بالمحليات ونبدأ بقى بالمحليات عوز أفتح ديدا عند المحليات لأن المحليات دي يمكن هي عبارة تطبيقها على الأرض كان دايما مرتبط ما لما أقول محليات بيتبادر إلى الأذهال على طول فساد المحليات ويمكن دي المشكلة الرئيسية لكل الحكومات التي تولت على مصر شايف اللي احنا نحط ايدينا على المرض أو على هذا الوباء ونبتدي به أول محور أو يعني ثالث أهم محور من المحاور اللي بتندرك تحت المحور السياسي شايف ده علامة بشرة خير زي ما بيقولوا كده اللي احنا عرفنا فين المشاكل بتاعتنا ويلا نبتدي نحلها بص خلينا أقول لك أنه نهضة أي بلد في العالم بتبدأ بالمحليات الشخصيات السياسية البرزة في العالم تبرز أولا في المحليات خلينا أقول لك أنه أردغان كل الصمع اللي عملها أنه كان ناجح لما كان يعني ماسك مدينة نفس القصة من سيرس أردغان حاليا أكرم إمام أغلو عمضة إسطنبول الناس بتقول ده ناجح في إسطنبول فده يصلح أنه يبقى رئيس للدولة باريس جونسون عشان يوصل لقيادة حزب المحافظين بدأ كعمدة للندن وحل مشاكل لندن على المستوى العالمي كله المحليات أولا إحنا يمكن السنين اللي فاتت كان عندنا مشاكل ضخمة في المحليات لأنها فترة كانت مرتع للفساد صحيح وتسببت في تشوية مصر جزء كبير جدا من العشوائيات اللي حصلت لأن الطوع المحليات بيتغادوا بيغمضوا عنهم بعضهم فسدين جزء من تلوس البحيرات والترع والمحليات ما كانتش بتمارس نشاطها إذا نحنا ككاتب صحفي نعم فضل يعني ككاتب صحفي ومتابع لمجريات الأمور في الشارع المصري سؤال يعني إجابته كده سريعة في أقل من نص دي عشان خاطر الوقت عندنا نحن أمام حوار وطني حقيقي يبحث عن أرضية مشتركة لكافة يعني ألوان طف المجتمع المصري والسياسي أيضا نعم أم لا نعم نعم وبالتأكيد وزي ما قال الأستاذ دي يا أمبالح إحنا ما فيش خصومة بنا إحنا جايين نتعاون وإحنا نقف عن ذا يبقى إحنا فعلا قدام حوار وطني أعتقد الجلسات الإجرائية اللي بتتم هي فيها حالة من حالات القبول وحالات الرضاء لدى كل فئة المجتمع وتحديدا الشباب لأن تبنى المجتمعات الحديثة بأقول الشباب ويمكن التاريخ هو اللي قال كده أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام منشكر حيكفانني مع وجودك معنا في صباح الخير نورتين إيه